اشتركوا في القناة إنه سد النخلة الواقع في منطقة طبيعية نراطبة بجزء جنوبي الغربي من إقليم تدوان انطلقت أعمال البناء في هذا السد خلال الخمسينات من القرن الماضي قبل أن يفتتح سنة 1961 وهو الذي يوجد حاليا بطراب جماعة الزينات كانت تبلغ سعة تخزين سد النخلة عند افتتاحه حوالي 6 ملايين متر مكعب إلا أن استقباله لكمية كبيرة من الوحل والأطرب طبيعيا على مدار أزياد من 60 سنة أصبحت سعة الإجمالية قارب 4 مليون متر مكعب حاليا قد تعتبر سعة التخزين التي بني بها سد النخلة صغيرة مقارنة بحجم الواردة المائية الكبير التي يتلقها لحوض الهدروغرافي للوات إذ يوجد سد النخلة في منطقة جغرافية تتلقى قدرا كبيرا من التساقطات المطارية سنويا تملأ السد حتى قبل بداية فصل الشتاء في بعض المواسم إذ يعتبر سد النخلة الوحيد وطنيا الذي تصل نسبة ملئه 100% في كل موسم جغرافيا يقع سد النخلة بين جبل إمصباحا وجبل إقنيقرا وهما جبلين غابويا يتمين لمجال الطيات الزاحفة بسلسلة جبال الريف حيث يشكل بحيرة جميلة الشكل ومميزة اللون تظهر على يمين الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين سطوانا وشفشاو محيط سد النخلة مجر طبيعي نرطب ومتنوع إيكولوجيا هذه المزاة جعلته يصنف كواحد من بين أجمل السدود بالمغرب اشتركوا في القناة متابعة باقي الحلقات الخاصة بالبارية المغربية على قناتكم ماروكو جيو كما يمكنكم التعرف عبر القناة على ترتيب أكبر السدود بالمغرب حسب الجهات أما الآن فأترككم تستمتعون بجمل الطبيعة بسد النخلة ومحيطه الطبيعي لا تنسوا مشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة